اهلا بكم الى موجز الانباق قام الرئيس الايراني محمود احمد نجاد بزيارة الى مدينة بنتج بيل الحدودية في الجنوب اللبناني حيث احتشد الاف المواطنين في استقباله وفي خطاب له في المناسبة حي احمد نجاد صمود المقاومة ونجحها في التصدي لاسرائيل وقال ان الصهين الى زوال ولم يبقى لهم اي خيار سوى الاستسلام والعودة الى بلدانهم الاصلية خارج فلسطين وبالتزام مع خطاب الرئيس الايراني في بنتج بيل حلقت طائرات مروحية اسرائيلية على الشريط الحدودي بين اسرائيل ولبنان كما اطلق عدد من الاسرائيليين بالونات عبر الحدود احتجاجا على زيارة احمد نجاد ووصف بعض الاسرائيليين هذه الزيارة بالاستفزازية قال الدرديني محمد احمد المسؤول في حزب المؤتمر الوطني ان الوقت لم يسع في السودان لاجراء استفتاء على مستقبل منطقة ابيه المنتجة للنفط والمتنازع عليها بين الشمال والجنوب بحلول التاسع من يناير كانون الثاني القادم ويجب ان يتم تأخيره او التوصل لوسيلة اخرى لتسوية المسألة افاد مراسل الجزيرة في اليمن ان اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات حكومية وعناصر يعتقد انها من تنظيم القاعدة في منطقة اللودر بمحافظة ابيان جنوب اليمن وكان شخصان احدهما شقيق محافظ ابيان قتل واصيب سبعة جنود في اجتباكات مماثلة بمنطقة موديا جنوبي البلاد من جهة اخرى طالب الحراك الجنوبي في مهرجانات نظمها في محافظات لحجوة شبوة وابيان طالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة لتبني ما يعرف بالقضية الجنوبية نهاية الموجز الى اللقاء بإذن الله